يواصل معبر إرغين الحدودي بين مصر والسودان استقبال ألاف الفرين من النزاع المسلح المستمر منذ 11 يوما حيث تصل إليه عشرات الحافلات الممتلئة بالمواطنين المصريين والسودانيين ورصدت كاميرا التلفزيون العربي وصول عشرات الرعاية الأوروبيين من أوكرانيا وجوجيا إلى المعبر استعدادا لإجلائهم من مطار أسوان الدول هنا من ميناء أرقين البرية الرابط بين مصر والسودان على الحدود البرية يستمر توافد عشرات الحافلات التي تقل مئات وآلاف النازحين على مدار الساعة وعلى مدار اليوم منذ عدة أيام هؤلاء النازحون معظمهم من الجنسية السودانية وأيضا آلاف المصريين الذين يستخدمون هذا المعبر للفرار من الحرب الدائرة في سودان منذ أكثر من عشرة أيام يستمر هذا التوافد للوصول إلى مدينة أسوان جنوبي مصر ومن ثم استقلال القطار إلى أي من المدن المصرية أو المطار للسفر إلى بلدان أخرى رصدنا أيضا هذا الصباح وصول عدد من مواطنية الدول الأوروبية وتحديدا من الجنسية الأوكرانية والجنسية الجورجية أكثر من 150 مواطنا من أوكرانيا وجورجيا وصلوا صباحا هذا اليوم إلى المعبر ومن ثم سيغادرون إلى بولندا وجورجيا عبر مطار أسوان الدولي هذا من معبر أرقين البري على الحدود المصرية السودانية أحمد حسين العقل